مرحبا بكم من جديد اليوم موضوع نقاش الحلقة هو مضمون والجودة ديال المهرجانات السينمائية في المغرب الشيكامل مع تجارب وآراء ضيوف الحلقة اللي أنت عرفوا اليوم دابانيت مع أول ضيف على يميني والي هو صديق السينمائي بيلال مرميد مرحبا بك مرحبا ويسامة برحبا بالمشاهدين ديال البرنامج يارك ديال القناة اللي انسا كتشتغل فيها بيلال مرميد صحفي وناقض وبركة مرحبا بك بيلال معنا كذلك حمزة قدري شكونا هوا حمزة مزال خير أسامة شكرا لدعوة حمزة قدري ممتين المغربي عندي 25 ans يلا سليتوا هدلو projET داماسكو سكوفر سيهل فيلم انجلي يلا ريخ رجو انشاء الله في عام 2017 وأن bathroom يلا ريخ الحمزة في رمضان كانت كنت كنت أدعى بسولي موريستيك كنار كالعب واحد لها سيطواتيان إنه سيطواتيان ديفرنت وكانت واحد الإكسperience اللي فريمو ألماتني بزاب 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 باش توفيق باش تأطاك العالمية تبارك الله لك معنا كذلك صحفية بشرة بشرة الدو مرحبا مساء الخير وسماء مساء الخير جمهور الكريم مشاهدين الكرام بشرة الدو جونايس ريبورتر في غاديو بلوس معيدة مقدمة برنامج لمن يجرؤ فقط ومتعاونة مع يومية الأخبار مرحبا بك بشرة حدا بشرة كين المخرج والكوميديان يونس يوسفي مرحبا شكوناوا يونس مرحبا يونس يوسفي ممتيل ومخرج ديال فيلم قصير سميته هكاك اللي كينف انترنت اليوم ولي حصل على بزاف ديالجوائز على مستوى المغربي وتدواني فكتب مول هكاك شارك في واحد العدد ديال مهرجانات في المغرب وفو برا المغرب وفو برا المغرب وفو برا المغرب مرحبا تبارك الله لك اخويا يونس قبل من بدأ وندخلو صلو بالموضوع هذه النقصرح لكم لكود كور وكود جول اللي وجدنا لكم هذه مدوب الفقراء ديال كود كور كين البنك الإسلامي كين لعبت الطريق كين داروها بالصح هدو عنوين عنوين ديال فيديوهات شباب شباب مبدع وهما بمشابة أشريطة قصيرة الجروب ديالهم وصفحة ديالهم الاسمية ديالها هي بيك شيفت هما مولوعين بسيناريوهات الهادفة وبالمؤتيرات البصرية نتفرجوا في مقطع إكستخي ديال آخر إنتاجاتهم اللي الاسم ديالها والعنوان ديالها جيل تاكتيل نيفو دسان ستاب نيفو دوكسيجين نيفو دوكسيجين ستاب تيزو أسيه وي دكتور موشوار وي دكتور كانت هذه عملية قيصرية للفنان الغير معروف هو ديال عمدي بمستشفى الرازي حيث واجد للطباء بأن العملية مرت في أمور طبيعية وأن الفنان في حالة مستقرة نعم أخوز لا فكز معك وعلى طاولة عرضية كترزة مرتشفوسي في هذا الجو التليفوني الملعب الكبير الذي يحملوه متفرز لأن الملعب مكينش دريتي بارتاجيو تيجيميو تيلايكيو وراء عندك سفوسي تيرا خوز فسفوسي كتطري ما ساطلت حضك مشقوف أخوز فسفوسي تيرا خوز فسفوسي رايح بكولدين بغي من ركو وش نقدرون تخيله أن المباريات دي الكوريو اللي وفحالك في المستقبل وأن العمليات الجراحية تأتي تبارك الله على هذا الشباب الاسم ديالوم بيك شيفت كنا صفحة ديالوم على فيسبوك اسميتها بيك شيفت وهما مهدي بن عبو وديع عمدي وعبد الله زروق رأي ديالك بيلال في هذا الفيديو مزيان مزيان بيحاول تجربة الأولى ديال ديالشباب تعاملوا مع الصورة كي احتمع مرتبطين بالوقت ديالهم ديال ديالشباكة الاجتماعية الميساج واضح طبعا ممكنش تحكم على الجودة ديال مضمون ويشكل ما زال شوية هو عاد بدأ وقيل تبارك الله لهم وما كي بوستي فيديو جديد كل جوش ثلاثة السيمانات منسبة لك حمزة رأيك في هذا الفيديو هذا الواقع كنعيشوف في اليوم ديالنا أي واحد كتشوفه مكونيكتة دون صنوار صنوار أو تليفون ديالو بافو كتلقى واحد قلت ما صاحبوش حال اللي ما شافو بار اكزامل ومكونيكتة في تليفون ديالو لانك ايجودي كالديجيتال سي لانك عادي ماشي عادي نا ماشي عادي الواحي المخصوص يزيد فيه بلا إفراط ولا تفرط يكس بسماليك بوشرة وسمعيني فكرني هذا هاد الكودكور اللي شفنا فكرني فوح الكلب ديال ستخوماي شانسون رغار دا مو سيتو مام كيبين يعني تأثير ديال نساء الانترنت نساء الفيسبوك ديال التواصل على هادشي وانسي جام ممكن يوقع ستقبال فكور ماش ديال كورة بتاكسير شبال اللي زوين اللي زوين في فكرة اللي زوين اللي زوين هادين دوزو دابل كودغل كودغل ويب السيما اللي فاش هادرنا لكفانا سوكوت المبادرة ديال التكيس هاد سيما هادروا على كفا كفا اللي هي الجريبة الاجتماعية اللبنانية تشافت أكتر من مليون وثلتمائة ألف مشاهدة في درف أربع أيام فقط على فيسبوك ويوتيوب هذي تشاهدوا في هذا المقطع واحد الكوب العادي أو تقريبا عادي معهم مصور في الزنقاء غير هادشي لانكتشفوا كين هو واقع بزاف ديال المجتمعات خاصة العربية تفرجون مزيان في شنوع يوقع ويركزوا مع الزوجة بارك بعمري لا 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 أهلا واقع تمام مبسوط واحد ومرته إنه شحشاركهم أهلا موافقين و... جدة إنت بقى إنت جاوزة لقى إنه شحشارك بيناتنا عفوا يعني قول بعد كلم قول بعد كلم خليك تسيبوا البحر أنا أخذت موافقتها لو مش هلحظ أهلا موافقين أهلا مش هرمين باني تتجوز يا حلوة إنت شو باني قوينا أنت مين هايدا يا مادام شو حشرك بانينا ما بيحكي الزلم ما تفورش حشار لا دخلا دخلا أنت عمر 12 سنة دخلا وفي إيه بدي خذها حتى عمال مهضور باتحكي مع الله يعني أنا راح أعمل رياضة بس وقف أجري بقاردي بس شفتنا يا فلس أنت من وقت عنوني بيسمع أي عنون هل أنا بخذها هل بنا روح معا كلنا هل أو سأل يلا روح يلا ما في تصوير روحك يا كيف بدأت القمع إيه بأي مثل بنتي بنتي عمر 18 سنة شفتوا إذن الزوجة هي طفلة عندها فقط 12 سنة وصيدة جوجة أو زعمة جوجة رجل كبير كفا هي منظمة غير حكومية غير ربحية السنة 2005 في لبنان وكتحارب كل ما هو تحرش عنف استغلال وهنا يا زواج القاصرات وبهذا الفيديو المتميزة كتحارب كذلك استعملوا فيها عفوا شعار دي القانون سنة جدي ولكن ما في يكون جدي رأيك بلال فهذا الحملة تحسيسية الحملة تحسيسية بحلقة دائية طبعا حاجة مزيانة غير المشكلة اللي عندي مع هذه الواصلات التحسيسية اللي كتدار في العالم عربي كامل هو أنه كان سقطه في الجانب المباشر يعني كتحسس المشاهد المتسابة بيع بي أنه موف براكا بفقس دوش أنك كتبش تقلب على البوز بأي طريقة أنا كنت أزعج بإمكان بها ممكن يكون سبوت ديال عشرين ثانية كتوصل الميسات بطريقة أفضل بلاس ما تجيب بزاف ديال الناس اللي كيسولوه واشنطيقها بلا تزوج بهذا إيسا فرم ماذا لك الجانب ديال ديال الطريقة المباشرة بحل الشيليشفت هنا صراحة ما أنا أفاتس شكل لما لي ماذا كنت أقول أنني نشوك أو نحسو بالقادية أنا نشوك بحل الشيليشفت هنا اللي ديال ممكن اللي بريد نقول لك نجد ديال في واحد سبوت بل أفهم بطريقة سيوبتلة بواحد الخمسة عشرين كنت نظرنا بنسباليك مشروح أنا نشوك ساتر شوك نعم وهذا شي قلتي لبنان الطفلة في عمرها 12 سنة فما بلوك في المغرب بنات صغيرات ستنين سبع سنين ثم سنين زواج القاطرات يعني هو قضية رهنة وخاص يعني الواحد يوقف عليها يعني بجد وخاصه يتحارب هاتجاواج القاطرات لأنه صعب بالزاف أنا نشوف ابنيتها مازالة صغيرة أنها تتزوج أنا مع بلال هو قال لك موفبراك أنا متفقى معه يعني فيش تسكن قضية موفبراك ولكن سام شوك أنني نشوف طفلة بحل هكا يعني كل شي طبعا يتشوك من أبو شرع هذه حاجة لي مرفوضة وغير مقرولة أنا يريد أن نقول لك زي ما باش يكون المساج قوي يعني السبوت ميات دير أحتى السبوت تحسيسي عنده القوى دياله وقوام دياله ممكن ديره أفضل أما يعني بحالة ديالتفلات طبعا سنشوك كامل نمكان در مكال حمزة هذه الحملة تحسيسي أنا شفتها دكية علاج دكية حيث باش نشوفوا لغي أكسيون ديالناس كيف شفوا هذه القادية هذا واقع هذا شيء يوقع ديالناس ديالناس سنشوك كما كثير من ديالناس ديالناس إذا كنت أفترة عن نفس هذه حالة ديالناس سنشوك كما نخصر أنه ديالناس هي ديالناس نخصر أبدا ديالناس ديالناس مغانون أنه تطوير أنه في بلد عربي مسلم وكيقدر يوقف ويقول لا راماشي نغمال دريا عند عشر سنين حدا نشر عام جوش ودائي 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 وفرانسوين في كوردستان على هاد القادية هادي وهناد بعلش كسبالك لديك كيفاش تطرق لها أما طبعاً سان وشو كامل عشين غير على الطريقة باش تكون أكثر بلاك سبوت سيكون صادم في بعض المرات باش انه هنا يقس وخاص الناس يتفعلوا ويديروا رد فعل فكرة موخودة من هاد سبوت هذا فيزيون دايو غرب موجود في انترنت بس كدابة مع ناغر الشاباب خلوا لا فيزيون من فيزيون هادي ندوزل الموضوع دينا اللي هدي تناقش بكل حرية دابا شوية هو اللي هو المهرجانات السينمائية قبل من افتاحوا النقاش ونلانسي وليوزابينج هادي نسولكم على بالنسبة لكم المهرجانات السينمائية اللي جيتو تلخصوها في كلمة وفقط في كلمة واحدة بالنسبة لك دينا كلمة واحدة صعيب كل حالة بارينج اللي كد تتقبل المباراة ديال السينما ومالمفترة ديكون فيير بلاي فيير بلاي مخص تحكيم ومتما يخص تقبل النتائج ديال ديك لجنات تحكيم كلمة واحدة بالنسبة لك في كلمة واحدة مستقبل السينما بشرة ثقافة لبدة منها موعد موعد شفنا وسمعنا ايضا المهرجان السينمائية في المغرب في كلمة واحدة لابعا انك شاشفوا الموضوع في هذا الزابينج وعن احسن دور رجالي ونساء على التوالي توجه كل من الممثل عزيز دداس وأمل العطاش بجائزة هذه السنة عن مشاركتهما في فيلم دالاس عيدا فيلم للمخرج ادريس المريني يتوج بجائزة احسن منتاج واحسن صورة فضلا عن جائزة افضل ثاني دور النسائي للممثله درحاني جائزة الكبرى لايام قرطاجة سينمائية في دورتها السادسة والعشرين التي اختتمت مساء اليوم اشغالها بتونس العاصمة تستمر الدور الخامس عشر للمهرجان الدولي للفلم بمراكش بين الرابع الى الثاني عشر دجنبر 2015 في متى الجسور بين الثقافات والكشف عن المزيد من المواهب ندخلنا للجنة ديال دعم المهرجان التوالي والتسينمائية على دقاس ندخلنا كاملين انه رحنا نشتغل في واحد المجال اللي هو في وصل وقت فني بطبيعة الحال يجب فني الإبداعي وهذا مهم جدا ولكن كبعد التقافي تنطبه كذلك كبعد أساسي جودة هناك عمل جيد هناك إنتاج تتعبق في المواضيع المجتمعية التي يعيشها المغرب يوما بيوم موسيقى مثلا أفلامنا بعض الأحيان من الصعب أنهم يتقبلوا في مهرجانات كبرى وشوفوهم ناس مهمين يعني ومخرجين عالمين فمهرجان من رقش هذا تفتح لنا المجال أنهم يتعرفوا على السينيما ديال تبعشوا معنا إذا هذا الزابينغ اللي كان فتح هو بالنقاش واللي فيه لقاطات من قناوات الفازية ومن انترنت على موضوع المهرجانات السينمائية تفعلوا معنا وعطونا عراء ديالكم على موضوع اليوم على صفحة ديالنا فيسبوك واللي هي جينيراسيو نيوز وتعلى تويتر تويتي وعلى البرنامج وعلى شنو كيتقال باستعمال عاشتاج جينيراسيو نيوز أول سؤال اللي كان بدأوا بيه هي شنية الصورة أو الكلمة اللي تعطي الانتباه ديالك بلال فاز الزابينغ بزاب ديال الكلمات اللي بصراحة فيهم كلم كثير ولكن فعور قليل اللي اخديت من تماه هو الكلام ديال أستاذ حسن السميري رئيس الجنة الدعم المهرجانات بداية وكنت تمنيته لو كان حضر معنا مثلا اليوم لأنه هو معني أساسي بهذا الموضوع هذا المسألة ديال نشر ثقافة السينمائية إذا كانت مبدئيا هذه الفكرة اللي خصناك عاملين نكونوا كنشوفها في المهرجانات ولكن من بعد ربما كتجين نتائج عكسية هي اللي نتطرقوا لها من بعد الكلمة ديال سيحسن السميري لو كلمة مثلا ديال سائد نصيري ما فهمتهاش مثلا كي كلكم مهرجانات وخا قليلا بس نبين الأفلام ديالنا شكرا وساما ماذا ما فهمتها موين يعني كتجول بلال أنه مكينش جمهور سيني فيلي بالعكس لا لا ما شاشي اللي قلت شوف باش ندخلوا مباشرة في الموضوع أساما المهرجانات الفكرة كنا كاملين معها من حيث المبدأ يعني أنه في الكترة ديال المهرجانات مشرتقافة السينمائية اللي وقع وأنه في العام عندك مثلا واحد الخمسين موعد في المغرب هذا كتجوليك تطح في واحد الحاجة اللي يسميه تاكاتور ماشي تلكترة وعندك واحد الخمسين موعد لأنه كينجوج دورات ديال دعم المهرجانات في المغرب وكل دورات مثلا يعطيوا دعم الواحد السيئة وعشرين موعد هذا الموعد هذي أصلا ندحو العباد الله اللي كانت في المغرب السيئة وعشرين ما بين السيئة وعشرين في الدورة الأولى والدورة الثانية السيئة وعشرين يعني عندك خمسين في السنة فيهم المهرجان اللي عندو سيفغادولية الوطانية المحلية وكينوا واحد الانتخق سميته التداورة هذا التداورة ينوصلوا لها حل سحالة موهمة منك تجي تشوف كتوجد المشكلة اللي كان هو أنه ديك الصفة الدولية كي المهرجانات اللي عندهم صفة دولية ولكن رغم ما متبعينش لنوم شنو هي باش نتخذ ديك الصفة الدولية نقدر نفهم مهرجان دي المراكش دولي هي حتبينين يعني الأمور واضحة رغس يكون عندك جنات تحكيم مستوى عالي أفلام اللي تكون بلوزو مو العرض اللول ديالها مثلا للقاعات عندها متوفرة لها الإمكانات باش أنها تستقبل أفلام هدو اللي كيكون المعني كي ياخد صفة دولية في حين أنه احنا بزاف ديال المهرجانات اللي مثلا كي بالاختيار في حين أنه في دول أخرى سعيب باش اعطي الراس كليتيكات ديال المهرجان الدولي احنا ممكن أنه أي واحد غدا يدير للأسف يجي يقول لك المهرجان الدولي مثلا لسينما الطفل غير من طريقة اعتباطية زيد على ذلك أنه لما كانت جي كتدعم 26 في 26 مهرجان يعني 50 مهرجان وخا في كتير من الأحيان كتدعم مواعيد اللي الناس ما عندهمش في البلدة ديالهم لقعات سينماية وتخيل معايدة بك أنت كتت نضم مهرجان في سينما ومعندكش قعات سينماية ما عندكش حتى في نتقبل نو كينا بلال اسمحي يا خاطعشك علاش اللي لا حتى تقول لك علاش اللي لا حتى تقول لك أنا أقول لك علاش إذا كانت تقول لكي نضم مهرجان إذا كانت تقول لكي نضم مهرجان حيث يمكن أن يكون هناك قائعة في حين 10 سنين ومن الممكن أن يكون هناك قائعة بعد 10 سنين لا يمكن أن يكون هناك قائعة في حين 10 سنين في واحد المنطقة اللي ما فيهاش سينيما المشكل هو أننا اللي كنديروا المهرجان ما كنديروش بواحد الشكل اللي كيكون مديور لهاديك الغجيون يعني كينين اليوم في أوروبا مهرجانات متنقلة يعني من نهارلو اللي تكري هذك المهرجان تكريب هذك الطريقة اللي كين واحد لكغافان كين واحد المعدات كين واحد لتغني كالدال باش كيمشي لواحد المناطق اللي كيورروا فيها هذك الافلان كل عام كتكون إضافة جديدة نباحنا أننا مهرجان كيكون في الدور الولادين ومزيان كتوصول الدور عشرة كتوصولهم مرقاش مزيان ولكن في نفس الوقت لما كتكون تقديم ترشيحات الدعم كيكونوا همالوالة هل يبقيت نشرح الكناء ممكن أنك دير مهرجان بلا 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 بلقاع سينما ممكن غير وكان خسي كل هدف للقناعة تشوف كل شي مرتبط بالقناعة يجب أن تقلّب أن تنشرت ثقافة سينمائية يعني مسألة واضحة تعليق على الصورة أنا من حيث تلقى لأخ بلال متافق معه بعض الأشياء في المتنمى هناك 65 مانفستاتيون هؤلاء 65 مانفستاتيون هؤلاء 49 فستيبال 50 فستيبال فستيبال فقط تقلق gems 20 فستيبال فستيبال لا شيء فستيبال الخطور لاà فستيبال عم لنوان نهي لا أعلن القبول نفس الشكل حقا، فقط ما هو عمل الحويج كما يسمى الشخص، بمعير الدولية الحقيقية لم أكن لدينا حقا، لن تحصل إلى الشخص في الحقيقة، ونسن المتحدث ما هو الشخص ؟ اشترك السقط السلام خلال السحوات التي يوجد يمكن أن تكون لديها حقيقة الوغاية أنتم عدد الكلاس A. برلن. كان. كن. فنيس. طورنطو. لا مشكلة. هناك فاستيبال مدينة الدربداك. مجموعة مدينة الدربداك. لا توجد مهمة مجموعة. لا توجد مجموعة من أجلها فاستيبال أجلها. تكون هناك فاستيبال في كازا بلونكا. في كل مدينة نعرف. السينما عالميا وحتى الشباب تفد الفيسيفال الشباب يخدمون ماشي كيخدمون بسر كلمة كلمة على زفاق نيشفينو نعم أكيد أنا كان شاطر كل من بيلال حمزة وكذلك يونس رأيي لأنه أنا قد نتكلم يعني على المهرجانات السينمائية مشي من ناحية الفني نتكلم عن السياسة سياسة الثقافية في البلاد من يكترون المهرجانات يعني كتولي دير في البال ديالك المهرجانات السينمائية هيا كثيرة إذن يعني الثقافة السينمائية في البلاد هيا مزيانة الثالي يعني هذه النسألة هذه غير صحيحة يعني إلا جينا نشوفه يعني من الإيجابي جدا يعني تكون هناك يعني مجموعة من المهرجانات هذا الشي يعطي أكيد إشعاع دولي إشعاع وطني يعني البلاد ديالنا ولكن هنا هي الثقافة السينمائية يعني كي يغطي والثقافة السينمائية ديالك البلاد ديالنا مني كي يكون مهرجانات كثيرة طيب حي لا رأى التقافة السينمائية ديال البلاد ديالنا رأىها بخير ألوه كل عكس يعني كين الكترة كين الكم ولكن الجوداء احتران على شكوت اللي كانت تكلم عن السياسة يعني السياسة التقافة السينمائية في البلاد ما نشوفه غير في البرامج الانتخابية ما كيتموش بالتقافة بزاف الميزانية اللي كتع تخصصها وزارة التقافة مثلا المهرجان اللي نهية يعني وكين الميزانية ميزانية ضعيفة وبالتالي يعني خص هاد المهرجانات يكونوا بكترة ولكن في نفس الوقت يجب الاهتمام بالتقافة السينمائية ديال البلاد مفرقة هي أنه بعدها أصلا تكنت على وزارة التقافة ما معنياش هي قاعد مجيتانية مسؤولة على المهرجانات ديال السينيما وهذا كلم أدعو تاني يكون تفتحدي عاو تخصك واحد ستين دقيقة غير باش نقش هالي هذه غير في فكرة ديال البوشرة النشر التقافة السينمائية المهرجانات خصم يساهموا فيها أما هي أساساً كان بزاف ديال الحوية واش مثلاً للميديا كي يديروها تشيء غير بفتجربة ديالي أنا مثلاً مثلاً في ميديا لا سباهم لا في باهم في الأول كانت ذكر في 2006-2005 من اللي كانت بدأت تدروج شي شوية كانت تغطي عطل الكان غطل البرلين ومن بعد جات واحد للمسألة أخرى بدأوا الناس واحد الفئة من هاد الناس وعاوبي أنه لا رغم الحق المتسبع المغربين المغربي مثلاً أنه يعرف جديد السينما العالمي باش كيف تفتحوا شوية عينيه الإنسان اللي غيدخول لك لصالة أسامة ويشوف فيلم كامل هذا ما عمرك تخاف منه هذا هذا غستكون مرتبط بس كو سيكون إنسان ساليم فمتفه يعني ما عمرك تخاف منه أنه يمشي التطرف أنه يمشي أنه يمشي يعني الضع ترابي ديال وبزاف الحوية كتخدمون كتخدمون السينما الإشكال اللي كيوقع سيكون بعد ما دزنام ديك نظر ديال أنه في السيفال ديال السينما حاجة ديال الطرف وغير زايدة وعادي دزنا المرحلة أخرى جبرنا واحد المرتزي قلل بغاوي يستفدو بغاوي يديرو كدير كلوناج كتحاول أنك تجيب واحد الحاجة وتحاول الدير التسمصير في السينما زيما وكنضن بأنك أدري مني بأن النورة مشير كين غير أنا أنا حزي أنا أنا تكلمت عندي هذه الليتيكات هذين أنت عارفة دونك ما نخلي الإخوة وماري جابوك عليها يونس هو بغفنغ الزابينغ كين وحد الغازارة كين وحد العدد كبير ديال الفيسيفال قادية قالها تومو وبلما ندخل ندخل في النواية ديال الناس اللي كي ديرو هذين المهرجانات واشل هدف منه هو الاسترزاق ولا حب السينما ما خصناش ننساو باش نهدروا لها الموضوع ما ننساوش لكونتكست اللي نفي هذين عشرين وثلاثين عام كان ما يسمى دور الصينما اللي ما بقعت اليوم وكينين في عدد كبير ديال المدن الناس مهتمين بالصينما شاغوفين بالصينما ويمكن فيهم واحد الناس اللي شافوا فالدعم ديال المهرجان فرصة انه يخلق واحد النشاط صينما في ديال المدينة أنا الحد الآن باقي بدنية حسنة لرمزيان الانسان اللي كي دير مهرجان دونك يمكن إلا بغينا نسولوا راسنا على هاد الجودة ديال هاد المهرجانات وكيفاش نديروا باش نحسنوا هاد الجودة إلا بغينا ننقصوا من عدد المهرجانات باش هاداك المادة اللي كينا تخصص الواحد في بلاس خمسين عندنا عشرين ولا خمستاشر فيستيفال نزيانين ونعاونوا الناس اللي ما بغيش يدروا مهرجانات بغي دير غير دار صينيما اللي غد قد تخدم العام كامل وغد توري أفلام وكانت تجارب ديال فيستيفال اللي داروا اللي عاودوا تهيئة ديال قاعات كانوا كارينها ورجعوا خداوها جمعية ومثلا من الفئة الثالثة في المهرجانات ولد ديال قاعات في الملك ديال هادا ربح مع القاعات كان نعسو بالليل كان نخليو عادت كان صبح وصباح كان نصبرو قل فمتي راب بيانتورا ما غنبقوش نفرقو ما بين الكوهوف ووالظلمة ديال القاعات فمتي راقرر انا دا يوم سمحي واحد لفكرة باش نكمل لفكرة ديال ديال يوس لانا متفق معها بواحد شق كبير واللي هي ديال انهو يلا كن يكن عارفين عندك الجنا كتدعم مهرجانات وعارف بانهو بعد مكتدوز الدورة الولى والدورة الثانية كان مرروا للعام تاني مثلا وكتعرف من خلال ديالي بيغاسون وديال اللقاءات مع الناس اللي كي ينضمو مثلا هذه اللجنة هذه من اللي غادي تكون نكتش بانهو تظاهر الفلانية او المهرجان الفلاني او رمك يدير او كي داكش اللي خسوة دان منه عاليش خمسين مهرجان يكونوا عندنا يا اخي خمسة وعشرين مزيانين والذي تكون الجانب ديال المراقبة دبالطريقة ديال المراقبة هي اللي فيها مشكلة مثلا مثلا منسبة الفيلم القاسير هكاك في نص الوقت كون ما كانوا المهرجانات كتير حسب قولكم وبما فيه الكفاية ما ديش تشارك انتايا الفيلم ديالك وتنال بزف جوائز وعلما انهو فيلم كي يزيط انتعشر ويتشار بفرل المهرجانات وبفرل الجوائز وكين واحد لابتكولياريتي لان احنا دبك ندرع على فيلم قاسير فيلم قاسير ما عندوش لسيركويت ديالا ديستريبيشون اللي عند فيلم طويل الحياة ديال الفيلم قاسير كتكون اسانسيالما في المهرجانات واللقاءات اللي معنية بالسينيما ومن بعد كيقدر يكون يكون يديفوزيون طيلي بحال اللي كان درنيع من باصل في الكوك اللي كان برابور المغرب مثلا فكك كك كوك شرك في المهرجان ديال الكب سبارتال في طانجا في МУهرجان كنس كو مهرجان ربع يعني ثلاثة ديال المهرجان من تتاشر مهرجان لشرك فيها اللي شرك فيها لن ديال لذيال بره احيان اه لكن اطفل انا اللي امari انه روا افرب كانت أخر مهرجان أربع كانت أحد الحضور جماهيري جميلة كانت أحد الأورغانيزات التي جميلة جميلة هذا ما يجعلك أن تتأمل أن هناك الناس الذين وقفون على مهرجانات التي تحترم رأسها أو تحترم السينما رغم أن نقول هناك الكثير من الحواج نعم لكننا لدينا بعض الناس شعر يبقى فيها عددا والنظام أنت تدقية حمزة في حتر كائل من الناس كيف تتكلمون حالك أنت تكون مهرجانات جوة جز Bean أنت كتبي حتر ما حتر عندما تتكلمون عن مهرجانات كذلك لتتكلمون . . . عندما يعمل في فنمتج التهواتف في مراكاج فهي في الفن مراكاج تتصل بشكل موالي عندما يجب تكون عني من دائما سنواتيسات موالتقية وتساسين عملية الشعب لا يزال يمتز التالي لتتمكنها بسبب ماتتزاه فهي تتخطين الوصول لهم هذا يوجد أكثر موالي وكما في هذا الوصول هذا يتواجه إلى مرنة الدائما وكما يعمل في مهلا مستير أجلا تشارك فيهم تتعلم بمال دوشوز بحال بور لي برودكتور يتلاقوا في ساقتين غيونيون باش يدوا على كسوة بورا ديستروبوسيون دو فيلم ولا دي بروجيش داد اللي رادي داروا ووحد يلقى المادة باش يداروا وخال الانتاج المهم انتاج خلاق انتاج المهم انتاج المهم انتاج المهم املأ الفارق ادنا ارهدي الكم على موقع التعاصل الاجتماعي فيسبوك سبحدينا يا جنرسيو نيوز وعلى تويتر وباستعمال اشتاغ جنرسيو نيوز باش ترى واش ممكن نقوله ان المهرجان دولي الفيلم دي المدينة في مراكش من بين احسن المهرجانات السينمائية العالمية وووو طبعا اشو ما نقولك طبعا طبعا المهرجان دي السينما في مراكش اكيد يضاهي واحسن زاف دي المهرجانات بداية عربيا الفيستفال دي المراكش بصراحة دبات دورة الخامسة عشر ديانه اكيد تبت بانه عنده المواصفات الدولية هادشي كلمسوه من حضور دي النجوم منهما كبار الناس اللي كيكونوا في نجوم اللي كيكونوا في لجان التحكيم الاشعاع الدولي دي الفيستفال وبالتالي الفيستفال دي المراكش اكيد نصفقو عليه وبحرارة ممكن نقولون الشيء بالنسبة ليك بلا بسينا عقب دابا اه عقب دي شوف هو باش شير باش نظر ومهرجان دي المراكش احنا كمين مغاربة نكونوا فخورين انه المهرجان دي المراكش يزيد القدام هو انكي بمقبلة راو قلتها وبالكلام الصالح مهرجان دي المراكش في العالم العربي او الا في القارة دينا واحد من افضل المهرجانات اللي لم يكن افضلها كانوا لي وماذا تقول ايضاهي مهرجانات عالمية كانضن بانك بغتي تقصد المهرجانات دي الدرجة اللولى اشي اللي بغتي تقول مثلا كال بيرلين هذول يسمونهم بلوتارم اللي كي يخدموه نازل الحرفة امهات المهرجانات العالمية هنا غادي يكون يعني واحد الحاجة اللي احنا نطمحو انه نوصلو لها مستقبالة المهرجان دي المراكش عندو المدينة اللي كستقبلو اللي يشوف كيفاش منجح الحادث كي يجيك انجوري اللي كبير مثلا هذ العام كوبولا و الناس اللي معه في جوري الناس حريفية ديال هذي المهنة هذي عندك جمهور لانه الجمهور كي يبغي يدخل القاعد بستناء بعد الفنانين اللي بعد المرات كي يكونوا حاضرين وكي ما كيشوفوش هالأفلام مع النغارد عندك المكونات الأساسية ولكن المكوين الأهم مازالغس نزيدو نشتغل عليه شنو المكوين الأهم هو انه الفيستيفار كلاس أ الجانب الأهم فيه هو الأفلام اللي كتتعرض عندك الفيستيفار يعني بمعنى من اللي كتكون عندك جايب ديزا عالمية مثلا جي نقولك مثلا واحد إنسان كين لوتش ألمو دوار هادام أوديار يعني كي يعطيك كي تقفيك وكي يعطيك أفن بخوميار مونديار هادي 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 اللي هادي تردك انت موهم علش تردك موهم مثلا انت واحد ديال هوليو دي بورتر السي أسامة واحد ديال سكرين واحد ديال باشا تجيبوه ما غا تجيبوش غير لأن المنظر زوين والأمور كل مزيانية هادي حاجة مزيانية وليكن تجيبوه يشوف فيلم اللي معمرو شافوه لأنه غا يكون مرغم أنه يكتب عليه مثلا أنا لما نمشي لبرلين وكان شوف أفن بروميار وعالمية أولف كان وتلاقي سيونس ما تعملي شفنا في فيلم في فيلم في القاعة يعني أخلاقيين خسين كتب على وحل فيلم اللي أول عرض عالمي ديالو هذا هو اللي خسين نزيد ونشتغلو عليه تحاول تقنعوه أنه يخليك الفيلم ديالو باشتعرضو عرض عالمي أول هذا هو اللي كذلك يديرون الناس مثلا ديال 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 حتى ما بين دابا كان في وقت كانوا أنه لديه سيفار كلاس كان فيهم كان بيرليل البندوقية هوا دابا بزاد معهم تورونتو دابا ودعا ودعا كان تلعا الفوق A بلوس وبقول أخرين في القائل إنه للأسف أو يعني كان واحد نوع ديال الحسيكار كان واحد الرئيس ديال المهرجان ديال كان رقوي من لك يمش عندك واحد من المخرجين العالميين كيوجد الفيم ديال مثلا كيكون تفاهم معهم يقول أن الفيم ديال يكون واجد أفغيل رغان عطاه الكنساء هذا هو أما هو كمهرجان كبير طبعا المهرجان ديال مراكش كبير وكلنا مفتخرين به وكلنا بغين أنه يزيد الملاحظات هذه غير بس طبعا نزيد وشوية القدام لأنه رب الإمكان ديال في السيبال المهرج يزيد بالزيال بالقدام وكتشوف غير الناس اللي بدون مورانا ما راه واللات عندهم مهرجان اللي بدأ سكت أخذ واحد سيبغة دولية أما أنك تجي ودير الأدواء وهذه دير رم إيه دير نهو مكتسب وفمركش كتنجح أكثر لأن المدينة المدينة مدينة مدينة سمح لي يونس نسول حمزان على الفيلم المغربي وش ما كيبانش لك أنه كيت تعرض فقط ولا كيت تعرض أكثر غير في المهرجان سي سي لك تحدي من المدينة في المدينة في المدينة سي نحن وعندما أشعر يوجد أجمع يوجد مدينة أجمع لديك مدينة لك أجمع أجمع في القرار الإفريقية لك في المدينة لماذا كانت عندي ديسكوسيون مع الاخر ليقبالتي لأنهم لا يوجدون أن يكون لديك مثلاً سي المكلف في التوزيع تكون تشتغل معهم من قبل الناس لكي يعملون مع فوق تي سي ما عطي شركة ويسا ما كيفاش عاملين وبالتالي هذا الفيلم هذا سوف ترى كثيراً لأنهم اللي غادي سبشي تأخذ الشي اللي دال النبي العيوش الشي رب غد نظر على الفيلم نقيمه فنيان وواش مزيان ولا خيب ولكن من ناحية الفيزيبيليت ماذا كانت الخدمة المهرجانية؟ ماذا كان؟ طبعاً لا ولكن كان في الأول ماذا كان دازف كان؟ ماذا كان ماذا كان يشوفك؟ ديسكسعالي في السيبال الاخرين كلهم يقلبوا عليك كل شي بغي يأخذك الكورماتراج مثلاً نسادي اليونس مثلاً يمشي غير يسجلوه هو بسميته يسجلو في المهرجان كان في سوق الأفلام ومنحقوه أي واحد يدير الكورماتراج لا ولكن نكمل هذه الفكرة أحيش بشي وصافي ماذا سوف تحطف المقشيز الفيلم اللي يشوفوه الناس اللي حرافية وطوماسيكمو ستكون الفيزيبيتين بعد كسر كم الفكرة كل شي من توزيع كما قال بي توزيع كين فمتو احنا نصب لك مرحبا 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 في حالة المقاري فلوفنا يحوضونهم من دعام لسلتك هل يمكنني تقولون يونس فيلم المغربي على مودة هذا بشيء ما سوف نقولك كيف سنجوبي على سؤال فيلم المغربي على مودة قبل ما نجوبي سأقوم بمسألة لأن ما حالك من دعام هاته تعريف با لد ومدينة لكي نتواجد سياحة. هذا في حداته ليس مشكلة. ما من بعد هو أن الوصي على التظاهر وعلى المهرجان يعطيه واحدة مهمة لسيليكسيون وكيف يمكننا أن نجيبه سكورسيز ليس غير كوم انفيته وإنه اولا في الفيلم وهنا كيف قال البلال كي نخدمه ديال انغيزو. كان واحد انغمي ديال الناس اللي تتخدم العام كامل. لم يبدوه في جوان أو في سبب. كان عام كامل ومغدامين. وثاني حاجة كان مهرجان واحد غير باش نقربوا الصورة خمسة أو ستة مهرجانات في نفس الوقت. كان الامريكان يأتي ويقوموا في الفيلم ويقوموا في الفيلم ويقوموا في الفيلم ويقوموا في مهرجانات ويقوموا في الصينما. كان مهرجان ويقوموا في المهرجانات ويقوموا في المهرجانات ويقوموا في الفيلم المغربي ألمان. أعتقد أن الفيلم المغربي في المنطقة يوجد أنه يوجد في أفضل بز يوجد حوائج لا يوجد سينمائية أولاً بل مواضيع التي تفوت السينما للمواضيع الاجتماعية المواضيع أخلاقية المواضيع الهوية ديالنا هذا ما يجعلنا أن نذهب لها بعد الأفلام بالتحديد واخر بالنسبة لك بوشتراو أن المهرجانات السينمائية المغربية تساهم في تنمية التقافة السينمائية عند المغرب عند الجمهور أكيد طبعاً المهرجانات السينمائية ستساهم في تنمية هذه التقافة السينمائية من أن يكون مهرجان في إموبيل مثلاً بحال مراكاش بحال طانجي بالمثال إلى الحصر أكيد الناس تتم بالمهرجانات يريد أن يتعرف أن يشاهد نجوم يريد أن يمشي وكتولي عندهم رغبة أنهم يدخلوا للقاعة السينمائية التي تكون داخل هذه المهرجانات وأكيد تنمي عندهم هذا التقافة السينمائية وهنا قبيلة تكلم بلال مرميد تكلمنا عن القاعة السينمائية وأكيد الناس لا يرتادوا للقاعة السينمائية بكثرة وأصلا ما كيناش هذه القاعة السينمائية ربما كانت قاعة السينمائية وحدها هي البرلمان وما كتعمرش تقريبا أنا أتكلم عن القاعة السينمائية كانت واحدة دراسة كانت دارها المركز السينمائي ربما يكون بلال هذا تخصص دياله المركز السينمائي في العهد ديالنوردين ستايل هذه الدراسة درتها واحدة شركة وصلت للمركز السينمائي وصلت بأنه سنة 1980 وصلوا الناس اللي كيرتادوا للقاعة السينمائية الـ 45 مليون مشاهدوا وقاعة واحدة لها شو تليب بداية من الألفية الثالثة وعلى حسب هذا الدراسة إلا ما كانش أرقام إلا ما خانتنيش ذاكرة كان المغاربة يصرفوا تقريبا على الوسائل ديالة ترفيه شيء 2480 درهم في العام وفيها شيء 124 درهم غير السينما على حسب هذا الدراسة هذه وبالتالي وصلت وخلصت هذا الدراسة في العهد ديالنوردين ستايل وصلتك تقول فوالا رخص القاعات السينمائية وخصت تكون عندها شروط لنهية شروط يعني ما تكونش غير قاعة سينمائية ويكونوا قدامها مثلا الوسائل ديالة ترفيه الأخرى مثلا تغذية ما كسلا تكون يعني تكون مركبة تقافية تكون مركبة تقافية وبالتالي وحتى أخص سياسة سياسة يعني تكون سياسة تقافية في البلاد بغى أنها تنمي وتنمي التقافية السينمائية هذه هي الدرجة الأولى هي اللي تتخلي التقافية السينمائية لأنه أصحب القرار إلا ما كانوا شوهم أبغوا التقافية السينمائية تزيد القدام راه المهرجانات السينمائية كتبقى غير حبر على وارك نسببك حمزة أنت تكون عندك واحدة تغطية خاصة دي المهرجان الدولي للفيلم وش ممكن دولينا لانه نسببك حول مهرجان الدولي للفيلم دولينا لانه تتخلي التحرطية سنبتل سوف أتخلي التقافية سوف أتخلي التقافية سوف أتخلي التماتيكي كل مرة أعطينا هذا هو ساعة يجب أن يكون هناك تهماتيك إن شاء الله بمعرفة ماركوكين أو مراتي ما تقصدنا على الأقبار ما قلت لا تفسر لا، أحيث أكلم ديلا في واحد الجانب السحامر المغرب دولة اللي كتتعاون السنين غير باش نحيدوا هذه الفكرات ديلا الإمكانيات ما كاينين شوال الإرادة كاينة وكين عندك الجنة ديلا الدعم ديلا المهرجانات خلينا من الجنة دعم الأفلام والجنة ديلا الدعم المهرجانات هي عندك ما كين دول أخرين لكتحلم غير مثلا غون ديفو يحلم غير بواحد دعم غير ديلا أنهم البلدية ما تكونش معارضة إحنا بالعاكس، إحنا ركين الدعم المالي إذا بكين قلت في القضية ديلا التصريف هنا ما كتبلي هنا الإرادة السياسية كاينة وإذا بخصت البنائم اللي عاشق السينيما هو اللي يسير هذا الفي سيفر نريد أن أعطيك مفارقة لأنها تضحك تامنا إلى يوم الدين مثلا في استيفال درجة ثالثة في أجيم مثلا تتعطي منطلوب منه قانونيا أن قيمة الجوائز تكون تقليل 150 ألف درهم 15 مليون سنتين ياك وهذه هي القيمة المنحة أصلا التي تتعطي له يعني ذلك الجنة التي أعطيتك الدعم أعطيك 15 مليون أو 16 مليون للفئة أجيم وكنا نقول له قيمة الجوائز تكون 15 مليون وقيمة الجوائز تكون 15 مليون يعني كنا نقول جوجة حسيمالات يا إما سرق يا إما أنه هذيك الجوائز لا تتخلص فائزين بها هناك مليون أعطينا أعطينا أصلا من هذه الفئة التي تتعطي لهم لديهم أعطينا لا 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 هناك مهرجانات التي لا تتحدث لديهم 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 لا تتعطي لديهم دائما بذلك التي لا تتعطي لديهم že من wash لديهم محل لد لаться لا لmn لد ينستطيع تك mañana هناك نحن هناك لدينا هذا أنه ينهار قاعة سينمائية أو لا يساهم فيها لا يوجد هذا الهوس المهرجة ندره كلمة العاملية كلمة العاملية فاس وكين مهرجة أخرى يحترم جربة الفيستيفال دمارتيل هم الناس اللي خداوا أسوسياسي وخداوا قاعة وعودوا خدامين عليها هذي أخلاقيين ممكن شانا هذي النس اللوم هم اللي فئة ثالثة وقاعة وحيوها وذيك القاعة خدامة والمصاريف اللي كدخل هم الربحين منها وكين مهرجة أخرى كما قلت لك كان أعطيهم 15 مليون سنتيمة وقلوا لك أعطيهم 15 مليون ديال الجوائز وشلية بنسبالك إن شاي كتقولوا هذي الكلمة مهرجة ناش وراقية أدب هذي مهرجة ناشي مهرجة ناشي مهرجة الورقية هي المهرجة اللي تبع معي حيزة تشارى كل مفارقة هر بيعوجالة إلى ممكن لا بيعوجالة وكتكلمني كتتين سؤال ندير فيها بحتخرج وكتقول لي بعوجالة وراقية ويا الله سيدي المهرجة الورقية هي المهرجة اللي ما كان عرفوش الجمهور وشوف أنك ما قل يونس قبل لا رفهمني منك يقول مثلا مهرجة في بلدة صغيرة رمشي عبره مزيان هس كين ناس لي كيكونوا فرحاني بهذا المهرجة المشكلة هي منك نعطي الواحد الإنسان كمشي كين تضموح المهرجة في واحد المنطقة نائية مكين لجمهور الضيوف دكشي لي كيكون موعد أنه يجيوه ما كيكونوا مستدعيهم لينما عندوش ما بغيش لا يصرف المال باشي يجيبون للجنة التحكيم وشفرسك بأنه الناس يدفعوا الوليست يدفعوا الوليست ديال الجنة التحكيم فيها أسماء كبيرة وهادي ومن بعد كان جوتال آخر لحده وكان نغيره كي يخداد الدعم العام اللي فات وتعطلوا عليه فلا تخونش الاخرة كي يقول كان الدور الجاية والله ما نضمهو ما عطيتوني الفلوس لي ما زال كنسال هذا الجانب ما سنسميه أنا بالعكس تمنيت أنه في البلاد تكون 250-300 مهرجا أنا إنسان اللي كان عيش في السينيما وبالسينيما يعني بالعكس نتمنى أنه نشوف هاد الوليدات هادو اللي معاله مثلا يكون عندو الوقت دياله مثلا يمشي للقاعات ولكن خستكون هاد الارادة هادو وخستكون المراقبة ومشي ضروري أنه مثلا غير غادي يكتروا علينا الطلبات مثلا في واحد الدورة في العام اللي فات كانوا 31 منظم قدموا الطلب ديال الدعم أعطينا الستة وعشرين من واحد وثلاثين يا أخي علش حرمت يدوك الربعات أعزل غير هاد الكمال اللي لم تنفرش عندهم ونجي في ديك ستة وعشرين غادي نجي نحطارك هكذا ونقول لك هاد هال مشاكل عندو هال مشاكل عندو هال مشاكل عندو هال مشاكل عندو وبالتالي كان ديك الميزاني من ديروش ديك العمالي ديان نفرق آي ودا بنتا غادي نعطيك هاد العمالي اللي أنا ندرس لي خمسة وعشرين مهرجان قائم دات مرحبا وثانيا ونزيدك حاجة أخرى علش لما أنا تسوفر لي إمكانية ممكن نضم هرجان وبلما نأخذ دهن فخش بلال مرميد نضم هرجان سينمائي ديكو دعم الإعلامي ديكو نسا أنا طبعا غا ندعم رأسي إعلاميا وقال بيه ويكون صاف يا أنتا لا في 2016 نضم لينم هرجان الإمكانية كهنا طبعا البلاد كتشجع أوساما البلاد كتشجع أوساما كنتي بغي تدير شي حاجة مزيان مثلا نشوف هناك ما تخاف نشوف يونس أنا كان عرف يونس ونقدر نقول مكان عرفوش انا قبل مانكوش كان عرفوه وتسوصلنا غير عبر النت اقترح لي نشوف الفيهم دياله الدعم الإعلامي شن هو هو يقول لك هو حاذر معنا رد الفعل اللي كان عندي لان ما كان عرفوش بطريقة شخصية حيث شفت جيتاء غيالو نصيخ بخي ودايو ساهمت وكقول هذا باب أنه أخذ بخي فرباط كنت في جوري كنت في جوري كنت في جوري لأنه هاللي خسوت الشجاع لم أكن أيضاً مرة أخرى كنت أكثر من امتلك إسماء كان قد أصلت لها وقالت أن تكون في المهرجان الدولي وقالت لها في قباريش وفي المهرجان الدولي يتقلون كيف أكثر من أمتلك ولم تكون شخصاً أمتلك ما هذا من أنت؟ أن يقدموا الناس من دعم امتلك لا يوجد الاسم لا يوجد الاسم هذا هو الحمد و بالنسبة للدعم الإعلامي الأفلام لا يمكن أن تشاهد بلال تصل بي و قدرنا حوار على ميديان و كانت و كانت و كانت اوكازيون و كانت اوكازيون و كانت اوكازيون اوكازيون و اخر شيء و كما اننا يجب ان تقول صناع الأفلام لا يمكن أن تشاهد اوكازيون بمهرجان و هذا ما يفهم من الصباح و كانت نملك المهرجان و كانت تجدو اوكازيون يكون واحد من الهدف دياله أو الهدف الأول دياله هو أنه يدير فيلم علاق بالمهرجان وصلت الفكرة أبو الشراء بالنسبة لك كيف نقدر نشجع الجمهور المغربي والشبه المغربي اللي يتفرج فينا بش يمشي كتر المهرجانات لأنه كين اللي ما زال ما يزعمش يمشي ويد بلاسا ويدخل المهرجان سينماية كيف نشجعهم لكن أنا كنت تنعمل تغطية مثلا في سيفال في سيفال ديال مراكش كالقال زف ديال الجمهور بغي الناس بغي نمشي ويدخلوا الفيستيفال وهذا ويتلقوا مثلا مشاكل في زين فيتاسيون تيقول لك رهم تي منعونا ما يمكنش ونحن بغينا نمشي وكتلقى بزاف ديال الجمهور كيكونوا قلسين قدام اللي كيكونوا قلسين فيهم النجوم وستحفير وكيبقوا في حالة كيتلبوا هادو زين فيتاسيون باش يمشي ويتفرجوا إذا نخصنا نمكنوا هادو الجمهور هادو زين فيتاسيون عناش كيفش بغيتي يا الناس انك سيتنشر عندهم هادو تقاف في السينما او انت أصلا عمل لهم هادو زين فيتاسيون كبير لنا هما مثلا دعوات ماشي سهل نور جمهور انو يدخل مثلا لقاعة مثلا الفيستيفال ديال مراكش نان ما يفو ديالو تريد كوكين لسيطة الفيستيفال ديال مراكش سور لسيطة رمككتو تبو على سر بلاس تودمان تاكار تنباد كمتيني كين فيستيفال يديال فيستيفال يديال فيستيفال سور لسيطة الفيستيفال لا مراجل لديال فيستيفال لديال كانو بيرلين كل شيء ممكن أنه يدخل كاين تسمى الناس الذين يدخلوا ولكن غالب الله حيث رهما يمكن تحمل واحد الحاجة أكثر مما تتحمله يعني في سيفاد مهرجان شرح قائم بالدور نبخص هذه الناس هذه الوليدات التي تكلمت عليهم وهو ما عندنا سبارك الله لحنا ندعمه في العام خمسين مهرجان هوا ما هادو اللي يخصم يستقبلوا هذ الشباب إن شاء الله نواكبوا فعليات مهرجان دولي المدينة مراكوش ديل الفيلم وجميع المهرجانات الأخرى خلال تغطيات خاصة وكننصحوا وكنشجعوا وكنحفزوا جميع الشباب اللي كيتفرش فينا يمشي للسينما ويتفرش بالأفلام المغربية والأفلام العالمية إنه يستفد بزاف ديل الحاجات نديره دبا واحد الفاصل ومن بعد ندوس الموضوع أخر فاصل من بعد نواسط مرحبا بكم من جديد من بعد ما هدرنا وناقشنا موضوع المهرجانات السينماية في المغرب في الجزء الرئيسي دبا عندوزو لكل مواد 2.0 مع البودكاست الجديد دي الخالي الشيريف نتفرجو غروبز جديد أنا أريد أن نفتح جديد لا أعرف ماذا نسميه ندير ماذا بل لك؟ واسهلا صديقي ويلي تنتهن تأخذ أي سنية زيد لها فاميلي في الأخر وانت تطلع جديد موسيقى موسيقى السلام عليكم الجروب فيسبوك الجروب فيسبوك كان هو أول أوتي كي توضع في هذا الموقع من بعد البروفيل وكالغرض من هذا الجروب هو أن نجمعوا مجموعة دي الأشخاص مكان واحد ويشكلوا واحد للكوميونوتي هكذا يقدروا يتبادلوا نقاش حول واحد الموضوع معين يقدروا يجتمعوا على نفس الاهتمام أو تكون عندهم واحد المبادرة معينة مؤخرا في الانترنت المغربي ظهروا واحد مجموعة دي الأشخاص سيرية واللي خلقت البرز وخلت كل شي يتكلم عليها مثلا جروب هيروشيما واحد الجوج كي الڭروب دي الأسبارتا كي الڭروب دي ناغازاكي وحتى الڭروب دي تسونامي وغروبات أخرى هاد الڭروبات كلها اللي معروفة بحاجة واحدة أنهو فيها غير دراري وما كيدخلوش لبنات وهاد شيء يلاقب لوكو بيذا في هاد الڭروبات قال الأعضاء عندهم الحق دي النقاش و دي التفاعو في أغلبية هاد الڭروبات الأعضاء كتكون عندهم نفس تصويرات تقريبا باللوغو دي الڭروب وكلهم في تصويرات البروفيل عندهم اللحية ما فهمتش علاش داعيش مثلا كش هاد الڭروب؟ وليتين مع داعيش ولا؟ أهلا 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 واليد عدخلت مع هاد الڭروب في اسبوك ومعديش مع الفوتوشوب ونعدي هاد الڭروب ثم هاد الڭروب يتميزون بأنهم يتكلمون في دي كود وهم يتحدثون لكيف يفهمهم يعني لو أدخل معهم شي واحد ما يفهمهم وليس كيف يهضرون يعني السلامة وليدي اهلا والدة اشتق عزوك يا بلاد وعا خربر خرشوا بكا خلوا اللغذ ثم سيري قولاد وفات الڭروبات فيسبوك السيرية كانت تكون واحد التراتوبية معروفة الأدمين الكبير هو البيك بوث وكانت تحتوى مجموعة الأدمينات التي يعيونه في المهم ثم كانت تحتوى مسؤولين في المدن التي تحتوى جميع الأعضاء في كل مدينة وتحت المسؤولين كان الأعضاء في الجروب التي تبدو اسميتهم الجروب الآخر مثلا الجنود القروش الساموراي وهو الدور الأدمينات في هذه الجروب يكون دور محواري وهو الذي يقوم في فتح النقاشات ويقوم بالعملية الموضيغات ومعهم الدور عند الأدمينات هم أنهم يختارون ماذا سيكون في الجروب؟ وماذا سيتطرد من ذلك؟ يعني أن يقوم بأدمينات ويقره جميع الأعضاء ويسميها تغربيل نري اليوم تغربيل لن نتفاعل 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 يلا بوست 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 هذا الشخص يجب أن تكون عوضو ونشيط ويتفاعل بزاق الجروب لأن الأدمينات يقره واحد من نوع الأعضاء ويسميها أصناع وأغلب الجروبات تقنى قشاة ديرها سرية لماذا كل أسرة؟ لماذا تقوم بجروبات؟ لا يقبل أي تعوى بل تطلب منك الكارت ناصيونال و تطلب منك أوديو و يزيد و يدعون عليك الكارت مجددا؟ فين غادي؟ ها؟ لا الوالد غادي غير ماشي نصوب الكارت ناصيونال ونأتي وخوك نبغيك أوليدي واجمع رأس كرا عندك الباكات العام لا الوالد غير دخلت مع واحدة جروب فيسبوك وطلبينه ليه هيا سيدي الضار الحمراء صافي هو اللي ما عندوش الكارت ناصيونال كيفاش غير يديرو معا؟ أخويا وعندنا غير الكارت دير راميد هتقبلونا جزمه في الجروب هو لك اللي جميل في هذه الجروبات ولا أنشيطة ديالهم نوع بل ما كيقتصرش فقط على العالم فتراض بل كيعملو ديميتين في الأغلبية دي المدن المغرب وبشكل دوري الغرض من هذا الميتينغ هو أن الأعضاء يطلقوه بشكل شخصي لا يوجد فرصة أنهم يدخلوا أعضاء جدا أو أنهم يشريوا تي شيرتات ديال الجروب ثم في بعض الأحيان يطلقوا أعمال خيرية غير ما نسأل شخصي وأنه كيمة دراري عندهم جروبات بخي فيديو لهم ديال البنات عندهم جروبات ديالهم غير أن هذه الجروبات ديال البنات كيختلفوشي شوية لأن الأغلبية ديالهم كيتناقشو كيهم مواضيع عندها علاقة بالبنات من أشهر هذه الجروب جروب يستوى غالي جروب جورز أولي لأنهم أسرار على هذا الشخص وتما كي يبدو الفضائه والكوت ديال الجروب أنه أي بنت في الشكات ويتطرح شي سؤال قصة تكتب أسواسي البنات البنات ويتنسولكم عن الحبيب ديالي شغل هذه ما بنت في الفيسبوك؟ واش أونجو الله سالو؟ واش غردي نقول لكم؟ خنون لاغيت وقلوا بازوصافي تلقوا بحق جاي إن شاء الله شكرا خليدو نتلقى مع بودكاست جديد سيمنا الجاية ما تنسوش تفاول ديالكم على جنراسيو نيوز صفحة على فيسبوك واشتاك جنراسيو نيوز على تويتر حمزة واش كتيك تعرف هاد المواقع أو الجروبات السيرية ديالفيسبوك؟ صراح اللا مامارك ما اسمع جيب هيروشيما نتوقع لك اسمع بهم جنراسيو نيوز بسيرا عندي واحدة الإكسفائيون زوينة مع الجروب هيروشيما لأنه من اللي خرج الفيلم موبيديك عن دو مخصوف الفيلم في بارتاة هاد الهروشيما اول حاجة دار كنبارتاج الفيلم وسط هاد الهروب هاد الهروب غير باش نبارا برابور هادشي اللي تقال دا في فيديو راكي يل كنت بخصق تمنتاشر ألف واحد فأن سول غروب كايتوا على البعض ياتم الجونود شنكونوا متافقين ولانه يليزوين هو أنه في هاد الهروب كينين بزاف ديال وعندما قد ادعى كما ادعى اتخافية الانتقابة مواجه يتحدث عن كيف تذهب الناس وفرحي حدث عن الفكرة اتفق تلك قرارة الناس ليه لا يجب ان اتخافنا وانه يكون الناس اتعرف مع انه هو كلم نصيح ديالي دونك دخلت دخلت اللغروب وشكيش بارتاجة في دوك اللغروب باشا هو غياند اكسترارودينا غير هو الفكرة هي انه كين واحد اللغروب اللي كيقدر بالعادة دياله ينضم بعض ما سائب حال فرمدان كانوا كيدديروا عملية ديال الافطار كانوا كيدجمعوكي في ترانسامب كانوا كيعاونوا بعض الجمعيات بشكل تطوعي بعض المرات كيددارو حتى جمع تبرعات المساعدة ديالشخص اللي في حاجة العملية جراحية وليشي حاجة بحركة تشبرك الله لأمر كين شوية ديال نوكاج وهادا بيانسور كين تتعلم انه كين لنا سيدي جروب اللي عمرين اسنسيال مو بديجان اللي كين هو انه كين بزر ديالي جروب فيسبوك كين هيروشي ما كين جروبات اخرين الحاجة الوحيدة اللي نبغي غير ننصل جميع هاد الي جروب أنه ما فينا ما يتقسم يعني هاد الي جروب رغم عن نوم ديالي جروب اللي كي يجمعوا واحد عدد كبير ديال الناس فبلاسمن بما انها ظاهرة جديدة فبلاسمن دخلوا في ديالي جيجير بين هاد الي جروب بالعكس إلا كان تنافس ولا بديكن تنافس يكون في شي حاجة اللي يزوينا مثلا ملي هيروشي ما يديروا عملية ديال تبرعوا الدم ويمشيوا ألف إلى ألفين وثلاثة وواحد يتبرعوا الدم إلا كان ناكلا سيقدر يجمع خمسالاف وواحد يتبرعوا الدم وقالوا بيجمع خمسالاف وواحد يتبرعوا الدم في صيمانا لذلك هاد الشيء اللي خاصنا نشجعوه فسطة الجروب كلمة على الجروب بوستر؟ أنا مفصرحة مكتش عارفهم ولكم قبل من بدأوا البرنامج سوق سقسيتيون قلت له كيف شد القضية ديال هيروشيما القلق ليا انا راني عضو فيه وقلت له شنو اهداف ديالكو وشنو اهو يقول لي الله سوكري بغيت نعرف انا دابة علاش سركي مادم تونتوما يعني عندكم قضايا لينهي نبيلا مثلا تبرعوا بالدام علاش تتتعملوا لي كود بغيت نعرف انا علاش هاد الجروبات كنتسمى سرية لا هو هو سرية غير مليكتلك بحركة كنتم بحكي اه كنتم بحكي كنتم بحكي لانه سرية في هاد المسألة غير لانه ستان جروب المليكتكسب متى هيروشيما في فيسبوك ما قلت يخرج لك هذا هو المسألة الواحدة اللي علاش سرية من بعد ذاكش اللي كي وقعوص الجروب هي غيانة اكستراردينار لانه فيه ذاكش اللي كي يتقاسموه في الناس سر فيسبوك في التايم لاين العادية كين ينشيحوش اللي كي يتقاسموهم الانترير دي جروب هذا هو الهو وبحالهم بحال الناس مثلا اللي كي بغيو هيبوب ولكن الناس اللي كي بغيو هارت جماعة او ما كمينوتر يعني عندهم كين دي كود لانه في هذك اللاج كي موهم بالنسبة اللي جون انه يكون عندهم دي شوز اللي كي تيدانتيفهم يعني عندهم واحد اللي لانجاج واحد اللي لانجاج واحد طريقة اللبس معيانة كين دي تي شرط معيانة وفي اخير حاجة برابور لغربة حاجة مثلا اللي يزوين colis واحد في هذيغروب في لمشى مدينة ومتلا ومعو ما عندهم في نباتة لكي كانوا يكتب فيسبوك ارانا في هذي المدينة دريري وكيتا اتاصلوا به الناس وكيمشي بات همدون واو اصلاة الفكرة وشفيت شواحد قليك تدرينا دي كاس من هذيغروب من هذيغروب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة